دكتور متى يجب التوجه إلى الطبيب حيث أن اكتشاف المرض بشكل مبكر مهم أليس كذلك؟ طبعا مهم جدا التوجه إلى الطبيب يجب أن يكون في سن الطفولة عند الأطفال خاصة عندما يلاحظ الأبوين هناك سعال مزمن خاصة ليلا عند الطفل هناك زيادة في إفرازات البلغم هناك ضيق في التنفس عند الطفل قلة النوم كل هذه الالتهابات المتكررة للقصابات الهوائية واجب على الأبوين التوجه إلى الطبيب لأن اكتشاف المرض في وقت مبكر مهم جدا حتى لا يتطور إلى التهاب مزمن في القصابات الهوائية ويمكن علاجه في البداية طبعا يمكن علاجه هناك طرق وقائي كثيرة تدفئة الطفل نعم هذا الذي أردت أن أسمعه منك ما هي طرق الوقاية لتجنب هذا المرض؟ هذا شيء مهم أيضا طبعا مهم جدا جدا طبعا تدفئة الطفل أن يكون الطفل دافع عدم التعارض للبرد هذا من الأسباب المهمة جدا كذلك عدم التعارض للالتهابات المزمنة يجب أن علاج كل الالتهابات الحادة المتكررة علاجها وتوجه إلى الطبيب بأقصى سرعة أو بسرعة لعلاجها يعني الأبوين الذين يهملان الطفل عندما يسعوا شديد يسيبوا التهاب حرارة شديدة هذا غير جيد هذا في المستقبل ممكن يؤدي إلى التهابات القصبات الهوائية المزمنة ولكن هذا قد يصيب أيضا المتقدمين في العمر ليس فقط الأطفال طبعا ليس فقط الأطفال وبالتالي الوقاية نفسها يعني يجب محاولة عدم الإصابة غالبا؟ ليس في التهاب الخصبات الهوائية الحادة يجب أن يتوجه المريض إلى الطبيب مباشرة لا وإنما الالتهابات المتكررة هناك التهابات ممكن تحدث بالشهر مرتين أو ثلاثة أو أربعة ففي هذا الحال يجب التوجه إلى الطبيب أو استمرار حالة السعال لمدة طويلة فهذا أيضا مؤشر كذلك يجب التوجه إلى الطبيب طيب دكتور ما هي أحدث وأنجع وسائل العلاج الآن؟ طبعا بالتهاب للقصبات والشعب الهوائي المزمن هناك عدة مراحل من هذا المرض المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة والطبيب يعالج المريض على المرحلة الموجودة طبعا هناك عدة علاجات تبدأ من الطرق الوقاية إلى الطرق الدوائية والطرق الدوائية طبعا العلاج الدوائي العلاج بالإنهاليشن يعني بالاستنشاق وهناك عدة أدوية للإستنشاق للتوسيع القصبات الهوائية إلى الحبوب إلى دواء الكورتزون إلى الإبر ومن ثم إلى العلاج الجراحي ذكرنا أنه اتباع أيضا نشاط بدني مناسب لهذا المرض قد يساعد أيضا في العلاج هل هذا صحيح وما هو هذا النشاط البدني المناسب؟ طبعا هناك عدة أنشاطية يقوم بها الإنسان مثل لعب الرياضة يؤدي إلى توسيع القصبات الهوائية كل أنواع الرياضة أم هناك شيء محدد؟ لا معظم أنواع الرياضة أي شيء يؤدي إلى تحسن التنفس من أنواع الرياضة الرقد المشي التدريبات كل هذه تؤدي إلى توسع القصبات الهوائية تجول في مناطق أكسجين جيدة كذلك هذا يؤدي إلى تحسن الطفل حتى ينصح في بعض الحالات أن تغيير مكان السكن إلى ماكن أفضل تهوية هذا يؤدي إلى تحسن الالتهاب المزمن في القصبات الهوائية شكرا لك دكتور على هذه النصائح القيمة شكرا شكرا